يبقى حضرة النبي علمنا طب ليه حضرة النبي ذكرننا الغيب ده ليه ذكرننا المقاعد بتاعتنا اللي هي من الغيب ليه ذكرننا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة افتكروا ان هو ذكر هذا الغيب عشان نتاكل فقى حضرة النبي علمهم لا انا ذكرت هذا الغيب لكي تتحرروا تتحرروا من ايه تتحرروا من التهاون وتتحرروا من الرعب تخيل حياتك كده بلا ألأ بلا رعب فبتعمل العمل الصالح وأنت مش هقولك مستمتع وأنت حياتك تتسع بالعبودية فأراد حضرة النبي أن احنا نذوق حلاوة العبودية فنعيش كعبيد فنعمل إيه بقى فنعمل من أجل أن نصل إلى إيه نأخذ بالأسباب عشان تتسع الحياة يبقى احنا بنعمل ليه بنعمل عشان الحياة طيبة وهنا نفهم قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة يبقى العمل الصالح اللي احنا بنعمله مش بندفع تمن الجنة محدش يقدر يدفع تمن الجنة وإزاي كمعنا الحديث اللي احنا قولناه قبل كده لن يدخل أحد للجنة بعملي قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إنا أن يتغمدني الله برحمتي وهنا بقى يبقى ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ما أنت قلت أن احنا مش بندفع تمن الجنة ما لم قلتش أن احنا ندفع تمن الجنة لكن قلت إيه ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فسيدخلكم الله الجنة فضلا منه وكرم يبقى احنا ندخل الجنة فضلا من الله وكرم طب وعملنا الصالحة بنعملها ليه عشان الحياة طيبة فلا نحيي انه حياة طيبة تخيل كده وانت بتعمل العمل الصالح وانت ما عندكش العب اللي على صدرك بانك انت لازم تصنع نتيجة ان انت تشتري الجنة لكن بتعمل ايه سيدي بتعمل ان انت بتعيش في الحياة الطيبة مع مولاك فيا سيدي بتعمل العمل الطيب ده ليه لان ربنا بيحب ده فاهل السعادة بيعملوا عمل اهل السعادة ليه طب وهم سعداء ليه سعداء بنظر الله اليه طب و اهل الشقاء بقوم اهل الشقاء ليه لان لما بكانوا بيعملوا ده واختاروا الاختيارات دي اختاروا الاختيارات دي وهم لا يرون نظر الله اليه لا يرون مدد الله اليه فعاشوا في شقاء الحديث بيعلمنا معنى مهمة أو قوي أنت عتكون من أهل الحياة الطيبة ولا عتكون من أهل الحياة الخبيثة إذا كنت عايز تبقى من أهل الحياة الطيبة فتمسك تمسك بماذا؟ تمسك بأربعة أمور تمسك بنظرك إلى الله تمسك بمدد الله لك تمسك بيقينك من قرب الله منك تمسك بأن أنت صاحب أمل ورجاء في الله إذا تمسكت بالأربعة دولة فأنت من أهل الحياة الطيبة نظر الله مدد الله أنس الله ومعاية الله والأمل والرجاء في الله عيشوا وعيشة الحياة الطيبة أهل الحياة الطيبة وهم الأربعة دولة هم اللي بيصنعوا السعادة أنا سعيد فأنا في الحقيقة حاسس برعاية الله وبنظره إليه أنا سعيد لأننا ممدود بمدد الله أنا سعيد لأنني أعيش في أنس الله أنا سعيد لأننا عندي رجاء في الله كل ما الإنسان يعيش له يعيش في الحياة الطيبة وكل ما الإنسان صار بهذا الطريق يجد الحياة واسعة فيخرج من أهل الشقاوة ويدخل في أهل السعادة عيشوا في الحياة وهي تقوم على هذه الأعمدة الأربعة نظر الله مدد الله أنس الله أنس الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى يا رب جعلنا من أهل هذا الرجاء وجعلنا من أهل هذه السعادة جربوا ده وعيشوا ده عيشوا هذه السعادة العجيبة أن أنت تشعر بأن أنت مرعي من الله أليس الله بكاف عبده تشعر بأن الله يمدك فأنت تحيا بمدد الله كل أن يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وتشعر أن أنت في أنس الله وزي ما تشعرش أن أنت في أنس الله وهو معكم أينما كنتم وزي ما تعسش أن حياتك كلها لو تعلقت فيها وكنت فيها بترجو الله أنها تكون دوت أعظم أبواب السعادة وربنا بشرك وقال لك أنا عند ظني عبدي به يا رب جعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة جعلنا دائما من أهل الرجاء فيك يا رب العالمين مؤتنسين بأنسك سائرين بمددك متيقنين من دوام نظرك ورعايتك لقلوبنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا على الدوام في مددك يا رب العالمين اجعلنا في مددك يا رب العالمين